بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم على رؤية اه يمكن من اجمل الرؤى او من اجمل الرموز اللي احنا ممكن نشوفها في المنام. فالرؤية بتبشرنا بزوال للهموم. اه كمان بتبشرنا بزماء احبار سارة. كمان بتحقيق امنية او بتحقيق هدف. كمان من الرموز اللي بتدل على راحب بال وعلى امان وعلى استقرار نفسي للرأي. اه كمان من الرموز اللي بتدل على اموال وارباح ومكاسب هيحققها الشخص في فترة اه مقابلة. كمان من الرموز اللي بتدل على حمل وحمل قريب. اه كمان اه بشارة بقدوم رزق بقدوم اه خير. اه كمان من الرموز برضو اللي مبشرة برزق واسع. وخير كتير كتير هيحصل عليه ادرائي. كمان من الرموز اللي بتدل على تغييرات ايجابية في حياة الشخص. وكمان على اه دخوله علاقات جديدة اه في الوقت القريب. كمان بشارة بترقية في اه عمله. اه كمان من الرموز اللي احيانا بتدل على انجاب انسة. والله اعلى اه واعلى. برضو من الرموز اللي بتدل على الزواج. واحيانا اه من الرموز اللي بتدل على عودة المطلقة لزوجها اه مرة اه تانية. كمان من الرموز اللي بتدل على صلاح احوال الشخص او الرأي اه بشكل عام. هنعرف مع بعض ايه هو الرمز ده. وكمان هنعرف ام ده بيدل على الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها. الرمز اللي هنتكلم عليه النهاردة هو رؤية المفرش. آآ رؤية المفرش الخاص بالترابيزة آآ من الرموز المبشرة للرأي لما يشوف انه هو بيمتلك مفرش آآ مدرس وشكله آآ جميل. آآ فابشارة لي بسامع اخبار آآ صارة. كمان المفرش اللي شكله آآ جميل وشكله غالي. برضو من الرموز اللي بتدل على زوال هموم ومشاكل واحزان. آآ برضو آآ الفتاة العزباء اما تشوف المفرش المطرس فابشارة برضو باقتراب آآ زواجها. آآ كمان المفرش الجديد بشارة بقدوم خير وبقدوم آآ رزق وقدوم مال. كمان مفرش الترابيزة آآ برضو من الرموز خصوصا لما يشتشوفوا آآ لونه ابيض فمن الرموز اللي بتدل على تحقيق امنيات. آآ كمان مفرش الترابيزة برضو من الرموز اللي بتدل على استقرار واستقرار آآ نفسي. آآ كمان من الرموز اللي بتدل على سعادة وعلى راحة بال وعلى امان. آآ برضو رؤية آآ مفرش الترابيزة لترابيزة او لمائدة الطعام. وتشوفوا انه عليها طعام فده رزق واسع وكتوم خير وخير كتير للرأي. كمان شراء مفرش جديد من الرموز اللي بتدل على دخول الشخص في علاقات جديدة. شراء المفرش ويشوف ان شكله حلو فبرده دي تغييرات وتغييرات اجابية هتحصل قريبا في حياته. كمان شراء المفرش برضو ده تحقيق احلاية متحقيق طموحات كان بيسعى الشخص ان هو يحققها. شراء مفرش برضو من الرموز اللي احيانا بتدل على ترقية. خصوصا لما يشوف انه فخمه او ان شكله غالي. كمان المرأة الحامل لما تشوف ان هي بتشتري المفرش لترابيزة صغيرة فاحيانا بتدل على انجابها لانسة والله اعلى واعلم. كمان المفرش من الرموز اللي بتدل على مكانة بين الناس هيحظى بيها الشخص. المفرش الاحمر من الرموز اللي بتدل على جني ارباح ومكاسب. كمان المفرش الاحمر بشارة بخير وبسعادة. لو فتاعة سباق شافت ان عندها مفرش احمر او ان شترت مفرش احمر فبشارة ليها بالزواج مرة تانية. كمان بالزواج قريب. اما المرأة المطلقة. اما تشوف المفرش الاحمر فبشارة ليها بعودتها مرة تانية لزوجها السابق. كمان الرجل لما يشوف المفرش الاحمر فده حب ومواد واستقرار بينه وبين زوجته. كمان شراء المفرش بشكل عام بيدل على صلاح. اه في احوال الرأي وتغيير في اوضاعه للافضل. اه لما يشوف الشخص انه بيشتري مفرش لونه ازرق فبشارة بحمل. اه خصوصا لو مرأة متزوجة. اه لو الرجل بيهدي لزوجته مفرش فتاعة برضو حمل لها. مفرش السرير برضو الازرق ده رزق واسع. ومال هتحصل هيحصل عليه الشخص كمان سماع اخبار آآ صارة. آآ كمان الرجل المتزوج لما يشوف انه آآ بيشتري آآ آآ مفرش فاستقرار بينه وبين آآ زوجته. كمان المرأة المطلقة لما تشوف ان هي بتشتري مفرش فمعني كده انها تتزوج مرة تانية. المفرش الازرق اللي شكله حالو بيرمز لامرأة جميلة وامرأة حسنة التباع. وكمان هتكون آآ طوع يعني هتكون آآ آآ امر آآ زوجها او الشخص اللي هترتبط به. كمان شراء آآ مفرش صفرة آآ ده قدوم خير وقدوم رزق ورزق واسع. كمان سماع اخبار آآ صارة. كمان آآ للفتاة العزباء بشارة وخطوبتها. بشارة بنجاحها في الدراسة او نجاحها في العمل. آآ كمان تحقيق امنيات لما تشوف آآ لما يشوف الشخص انه بشتري مفرش صفرة شكله حالو وانيق. كمان شراء آآ مفرش آآ صفرة برضو من الموز اللي بدوله على مكاسب وارباح آآ وآآ اموال. آآ كمان المفرش المزين بالفضة او بالدهب فبشارة بحظ سعيد للرأي. آآ كمان المفرش الابيض المصخرف او المتدرس باللون باللون الدهبي. احيان بدل على ذهابه لأداء فريد الحج. آآ ده كده باختصار اهم البشرات اللي بيحملها لينا رؤية المفرش. سواء مفرش درابيزة او مفرش صفرة او مفرش للسرير. آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي استفسار او سؤالك تقولي تعم. وان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا وشوفكم ان شاء الله في فيديو بديد. مع السلام. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة